اهلا بكم في بداية دورة المالية لغير الماليين على اكاديمية عمران للتدريب في هذا المقطع سوف نبدأ في فهم المالية والمحاسبة ولذلك من المهم تناول الهدف من المالية سواء كنت في التسويق أو في الموارد البشرية أو في سلسلة التوريد أو التخطيط الاستراتيجي أو في أي قسم لدى الشركة أو المنظمة التي تعمل بها أو التي تمتلكها فالأرقام هي عنصر أساسي في جميع المناقشات المتعلقة بالإنتاجية والأداء الناس الذين يفهمون الأرقام ويقدرون كيف يتم استخدامها داخل المنظمة دائما لهم الأفضلية على أولئك الذين يستبعدون الأرقام ويظنون أنها ليست مهمة أو مفهومة إن هدفنا في هذه الدورة ومساعدتك على فهم اثنين من المجالات الأكثر شيوعا التي تنطوي أرقام الشركة ضمنها وهي المحاسبة والمالية سوف تجد أن الأرقام هي مجرد وسيلة لتحديد الحدس الخاص بك الأرقام تساعدنا على أن نكون منهجيين في تحليلنا الأرقام تفرض علينا الانضباط كما تساعدنا على النظر في كل العوامل ذات الصلة لاتخاذ القرار الأرقام هي مجرد أداة لمساعدتنا على اتخاذ قرارات أفضل وهذا ما نريده جميعا دعونا نرى كيف يمكننا زيادة مهاراتنا من خلال فهم بعض المصطلحات والتخصصات المرتبطة بالأرقام سنبدأ أولا بمناقشة موضوع التمويل ما هو التمويل؟ دعونا نبدأ بالتعريف الواسع للتمويل عندما نفكر في المنظمات والأفراد والأسر والشركات والحكومات أول خطوة تريد القيام به هو تحديد ما تحتاجه ثانيا كيف يمكن الحصول على الماء لشراء تلك الأشياء؟ والنقطة الثالثة المهمة أيضا هي كيف يمكن إدارة تلك الأشياء بكفاءة وبجودة عالية لنعيد إذن ما هو الهدف من التمويل مرة أخرى؟ ثلاث نقاط أساسية أولا كيف نحصل على المال؟ ثانيا لماذا نحتاج هذا المال؟ وثالثا كيف ندير الأشياء التي نحصل عليها من هذا المال بكفاءة عالية؟ دعونا الآن نتعمق أكثر داخل الشركة كيف أقرر ما هي الأشياء التي أحتاج إليها؟ طبعا هناك قرارات طويلة الأمد، طويلة الأجل، أحتاج إلى اتخاذها وقرارات متوسطة وقصيرة الأجل قرارات طويلة الأجل مثل هل أحتاج شراء بعض الأصول، الأراضي، مباني، آلات؟ طبعا إن عملية اتخاذ القرار هي جزء من التمويل هنا ثم هناك قرارات على المدى المتوسط والقصير مثلا كم النقدية التي أحتاجها، كم المخزون الذي يجب أن يكون في متناول اليد اتخاذ هذه القرارات، سواء طويلة الأجل، متوسطة الأجل، قصيرة الأجل، هي جزء من التمويل طبعا هناك منوط تشغيلية أخرى مثل مستوى التوظيف، هل لدي قصم للبحث والتطوير؟ ماذا عن ميزانية التسويقية؟ كل هذه القضايا هي قضايا لا علاقة بموضوع التمويل وتتطلب المال وهذا كله يقودنا إلى المجال الآخر للتمويل وهو كيف يمكن الحصول على هذا المال؟ هل أقترضه؟ هل أطلبه من المساهمين أن يضعوا مدخراتهم الشخصية في الشركة لزيادة رأس المال أو لعملية التمويل هذه؟ أو هل أستخدم الأرباح التي تم إنشاؤها داخليا؟ النقطة الأخيرة في موضوع التمويل هو كيف يمكنني إدارة هذه الأشياء؟ لدي عدة أمور هنا في هذا الموضوع هو توقيت والجدولة والموازنات التي أضعها وهي أيضا بحاجة إلى أن أقرر كيفية حماية هذه الأشياء داخل الشركة أحتاج بالفعل إلى ضوابط وإجراءات داخل شركتي لإدارة الأشياء التي لدي بشكل فعال إذن يشمل التمويل بشكل واسع تحديد ما تحتاج إلى شرائه وكيف ستحصل على المال لشراء تلك الأشياء؟ هل ينبغي اقتراضها؟ هل ينبغي أن نصل إليها من المستثمرين أو من شخص آخر خارج الشركة؟ ومن ثم كيفية إدارة تلك الأشياء بمجرد وجودها داخل الشركة هذه نبذة عامة عن مفهومي المالية والمحاسبة والهدف من المالية ولكن من هي الأطراف المعنية في مجال التمويل؟ تابعوا معنا المقطع التالي لتتعرفوا على الإجابة بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة